السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنبدأ شرح دروس يونف تري اللي هي بعنوان مايكا ميانتي في الفيديو ده هنشرح قواعد الوحدة التالتة كاملة زي ما احنا متعودين بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو وكما نشيل علشان تشجعونا ان احنا نستمر ونقدم اكتر يلا نبدأ مع بعض اول جزء هنبدأ به النهاردة في الجرامر بتاعتنا اللي هو زمن المضارع المستمر طبعا احنا اخدنا زمن المضارع المستمر في ابتدائي وقبل كده في السنوات اللي هي الماضية طبعا ولكن هنشرحه تاني النهاردة اول حاجة في زمن المضارع المستمر هنعرفها اللي هي الفورم بتاعه اللي هو التكوين يعني الزمن ده بيتكون منه كلنا عارفين المضارع المستمر بيتكون من ام و از و ار بلاس الفرب بلاس ال اي اني جي ام و از و ار زائد الفرب زائد ال اي اني جي ان ام بتجي مع الضمير اي از بتجي مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد احنا امتا بنضيف يعني ازاي بنضيف للفرب اي اني جي مثلا في فيرب زي تيك فعلي زي تيك مثلا بمعنى يأخذ بينتهي بال اي بنحذف ال اي و نضع ال اي اني جي بقى تيكينج فعلي مثلا زي بلاي بلايينج فعلي مثلا زي داي بينتهي بال اي اي اذا انتهى الفعلي بال اي اي يبقى احنا المضارع المستمر بيتكون من ام و از و ار بلاس ال فيرب بلاس ال اي اني جي اقول مثلا هنا اي ام كليينج فوتبول اهو اي ام كليينج فوتبول انا ألعب كرة اي القدم شكل الفعلي معنا في المضارع المستمر بيكون ام او از و ار زائد الفرب زائد ال اي اني جي طبعاً احنا اي ام اختصارها ايم كنا شرحناها في فيرب تو بي قبل كده وهي از اختصارها هيز كده ا Об으면ATOR Isaiah وهيز وشي از اختصارها where he is وهي اختصارها they is وهي اختصارها wear وهي اختصارها your وسي اختصارها they كنا شرحناهم قبل كده في الفيديو بتاع فيرب تو بي وحسوف لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تبقوا تسمعوه والله فيديو مهم جدا مثلا هو بيذاكر ده شكل الفعل في زمن المضارع المستمر طيب بعد كده حنشوف اللي هو أنا لو عايزة أمفي فعل في المضارع المستمر أو أمفي المضارع المستمر ازاي بجيب not بعد verb to be بقول am و is و are plus not زائد not اللي هي معناها لا plus the verb plus the ing am not طبعا ما لهاش اختصار زي ما شرحنا قبل كده is not اختصارها isn't are not اختصارها aren't طبعا أنا كنت بقول في المثال اللي هو فوق ده I am playing football أنا عايزة أقول أنا لا ألعب كرة ايه قدم في المثال التاني كنت بقول ايه he is studying عايزة أمفي الجملة دي حقول ايه he isn't studying هو ايه لا يدرس وهكذا يبقى أنا بمفي الفعل في المضارع المستمر بنوت بعد am او is و are يبقى am not is not are not is not اختصارها isn't are not اختصارها ايه are not طيب بعد كده السؤال أنا لو عايزة أعمل سؤال في زمن المضارع المستمر السؤال احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا نوعين من السؤال اول سؤال اللي هو yes or no question اللي هو السؤال بمعنى هل اللي جبته بyes او no السؤال بمعنى هل طب بنبدأ السؤال بمعنى هل ازاي في المضارع المستمر بنبدأ احنا عندنا طبعا في المضارع المستمر اللي هو الفعل المساعد اهم و is و a و طبعا كنا شرحنا قبل كده برضو اللي هي الأفعال اللي هي verb to be verb to have verb to do و قلنا ازاي نستخدمهم كأفعال أساسية و كأفعال مساعد و برضو حسيب لكم الروابط بتاعتهم في الوصف اول ايه طبعا السؤال بمعنى هل في المضارع المستمر بيبدأ ب a و طبعا نركزه بحرف كابتة لهيه او is او are plus subject اللي هو الفاعل plus verb plus ing بيتكون من am او is او are زائد الفاعل زائد الفرب زائد ing اقول ايه are you are you cooking are you cooking now هل انت او انت بتطبخي الان هنا السؤال في المضارع المستمر اما و اذا و are زائد الفاعل زائد الفرب زائد الاي اني دي او طبعا كلمة دلة على زمن المضارع المستمر طيب لو انت بتطبخ هتقول ايه هتقول yes و you في السؤال تحول الى i في الاجابة you بتاخد are اما i بتاخد am i will yes i am طب لو no no i am not no i am a not طيب اداف السؤال بمعنى هل طب لو انا عايزة اعمل سؤال باداة استفهام اللي هو السؤال بنسميه ال wh question اللي هو السؤال باداة استفهام بنكون السؤال باداة الاستفهام ازاي في زمن اللي هو المضارع المستمر present concern us بنجيب الاداة الاول اللي هي الطول الاول وبعد كده بنجيب معاها الفعل المساعدة اللي هو آم بس نلاحظ بقا هنا هتحول لحرف small ليه لان طبعا احنا جيب منتصف السؤال كان بحرف capital في بداية السؤال بمعنى هل لكن طبعا هننجيبه هنا بحرف small طول اللي هي الاداة زائد am او is او r بناء على السبجيكت اللي احنا هنستخدمه او الموجود plus the subject اللي هو الفاعل plus the verb plus the ing اقول ايه لو انا عايز اعمل سؤال بمعنى هل what سؤال باداة استفهام sorry what الاداة what are اللي هو what are you doing now ماذا تفعل what are you doing now ماذا تفعل ايه انت بتعمل ايدي الوقتي كل واحد يقول اي فعل يعني مثلا ايه انا بذاكر بسا اقول i am studying i am studying now انا بقى اذاكر الان i am studying now طب واحد طب واحد ده بتطبخ طب واحد بيلعب المهم الفاعل اللي موجود عندي يكون في زمن المضارع المستمر انا اذا سألت في المضارع المستمر لازم اجاوب بالمضارع المستمر ايبا السؤال بمعنى هل في المضارع المستمر بيكون am او isa و are زايد الفاعل زايد الفرب bye in j السؤال باده تستفهم بيكون بالاداة زايد am او isa و are زايد الفاعل زايد الفرب زايد i in j بعد كده نشوف الكلمات الدلة على زمن المضارع المستمر اللي هو الkeywords بتاعته اللي هي الكلمات الدلة عليه يعني الكلمات اللي احنا لما بنشوف العلامة اللي احنا لما بنشوف بنعرف الزمن ده مدارع مستمر زي ما شرحنا الأسمنة قبل كده وقلنا للكلمات الدلة عليه هي العلامة اللي بتبين الزمن كلمات الدلة عليه المدارع المستمر زي ما أخذناها قبل كده اللي هي طبعاً now اللي هي معناها الآن now معناها الآن طبعاً look وعلامة تعجب كده معناها أنظر listen برضو وعلامة تعجب معناها استمع watch out watch out وعلامة تعجب احذر look out برضو معناها احذر add the moment في هذه اللحظة add the moment في هذه اللحظة add the present في الوقت الحال add the present معناها في الوقت الحال يبقى الكلمات الدلة عليه now look listen watch out look out after the moment of the present وبرضو ممكن كلمة today اللي هي معناها اليوم today معناها الايه؟ اليوم طيب نشوفهم ازاي في الجميع أنا مثلاً عايزة أقول I am I am مثلاً sleeping now أنا نايمة دلوقت أو he is sleeping at the moment هو نايم في هذه اللحظة في الجملة دي أنا مثلاً شايفة صورة ليه مثلاً في موبايل أو أي صورة وشايفة نايم فأقول I am sleeping now احنا خدنا قبل كده ان احنا ممكن نستخدم present cantonous في وصف حدث داخل صورة يعني احنا ممكن نوصف الصورة باستخدام المضارع المستمرة he is sleeping at the moment هو نايم في هذه اللحظة شفنا كلمة at the moment وشفنا كلمة now طبعاً عرفنا ان دي اتعلامة من علامات او كلمة دلة من كلمات الدلة على زمن المضارع المستمرة يبقى احنا لازم نعرف الكلمات الدلة عليك كويس عشان نعرف نماز الزمن يعني انا ممكن مثلاً يقول لي كده مثال they they مثلا sleep أو they sleep they sleep مثلا at the present time طيب في الوقت الحالي هل انا ممكن استخدم sleep هنا لا طبعاً مش ممكن استخدم فعل في النظر عشان انا بسط لقيت كلمة دلة على زمن المضارع المستمرة يبقى they يبقى في الجملة ديت يبقى they are sleeping they are sleeping وليس they sleep يبقى انا ايه فايدة الكلمة تدل عليه ان انا لما بشوفها بعرف حدد الزمن ايه الزمن بتاعي بعد كده لازم نعرف المضارع المستمر بيستخدم لايه اللي هو الاستخدام بنستخدم المضارع المستمر احنا كلنا عارفين ان المضارع المستمر يعبر عن ايه يعبر عن حدث يتم الان وقت الكلام وما زال مستمر يعبر عن حدث يتم الان وقت الكلام وما زال مستمرا يعني هو ايه ما انتهاش لسه زي ما اقول مثلا انا بدرس او بقى اذاكر دروسي الان. هل انا خلصت الحدث ده بيتمى فوقت ما انا بتكلم ولكن الحدث ده لم ينتهي ايه بعد. الاستخدام التاني والاهم النهاردة اللي هو طبعا ده هنكتب عليه مهم جدا ولازم نركز في النقطة دياتي السنة اللي هو ايه اللي هو يعبر عن حدث تم الترتيب له مسبقا يعني تم الترتيب له مسبقا يعني انا رتبت له رتبت علشان اعمله اللي هو الترتيبات المستقبلية الترتيبات ايه المستقبلية يعني هل انا ممكن استخدم المدارع المستمرة عشان يعبر عن المستقبل ايه دي النقطة الاهم في الجرامر بتاعنا النهاردة ولازم نركز فيها ونعيد الفيديو كم مرة علشان نقدر ان احنا ايه نفهمها يعبر عن حدث تم الترتيب له مسبقا يعني تم الترتيب يعني انا اعدت ارتب واعدت اعمل حاجات كثيرة علشان اعمل الحاجات دي طيب في هل في حاجة ممكن تعرفني في الجملة ان انا ممكن استخدم المدارع مستمرة عشان اعرف عشان اعبر عن نستقبل ايه فعل الرينج فعل الرينج ممكن يكون موجود الرينج معناها يرتب او ميك الرينج منتس ميك الرينج منتس اللي هي برضو يرتب او ترتيبات او فعل بريبير برضو معناها يرتب او بريباريشن برضو معناها ترتيب يبقى احنا يبقى احنا ولو شفنا فعل الرينج او بريبير او ميك الرينج منتس او برضو ميك بريباريشن بس نعرف ان الزمن اللي هنستخدمه اللي هو المدارع المستمر علشان يعبر عن ترتيب مستقبلي ازاي يعني انا مثلا لما اقول آآ آي ناخد كملة كده مع بعض آيام آيام سالمة آآ آآ تو آليكس انا هاخد سالمة بكرة الى الاسكندرية آآ مثلا كل شيء آآ 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 زائد الفيرب زايد آآ 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 زائد الفيرب زاد الآآ آآ آآ اي ني جي اللي هو المدارع المستمر لان فعل الرينج يعرفنا ازither بيجي في الجملة لابقى انا لقيت فعل الرينج لقيت في الحالة ده نستخدم يعبر عن حدث تم الترتيب له مصبع طيب، هل الحفلات والمناسبات الاجتماعية نستخدم فيها المضارع المستمر؟ أيوة، الحفلات والمناسبات ليه؟ ليه الحفلات والمناسبات الاجتماعية بنستخدم فيها المضارع المصابل لأن هي فعلا بتحتاج ترتيب وبتحتاج ترتيب مسبق طيب لما أقول مثلا أخويا 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 حيتزوج أخويا حيتزوج الشهر القادر إحنا استخدمنا المضارع المستمر أيوة علشان دي طبعا حفلة بتحتاج إلى ترتيب طيب هل إحنا كنا خدنا قبل كده في المضارع البسيط وقلنا إن المواعيد السابتة بنستخدم معاها المضارع البسيط ولكن هل المواعيد الشخصية بتعد معاها ثابت؟ لا المواعيد الشخصية دي بقى ملحوظة مهم المواعيد الشخصية لو أنا عندي معاها شخصية هل دا يعد معاها ثابت؟ لا المواعيد الشخصية لا تعد مواعيد ثابتة ولكن بتعتبر ترتيب يبقى منذ ذلك بنستخدم معاها المضارع المستمر وليس المضارع البسيط واحد عايزي قابل حد بكرة يقول له ايام ميتينج يو ايام ميتينج ايام ميتينج يو تمارو انا هقابلك بكرة غدا قاد مسلا ساعة ستة مسلا يبقى هل المواعيد الشخصية طبعا احنا زي ما بنقول المواعيد الشخصية لا تعد معا الثابت لزيزي بنستخدم معاها المضارع الايه المستمرة طيب في ملحوظة كده كمان عايز اقول هالك يا سنة تلت ملحوظة عدم القدرة على فعل شيء يعني انا مش قادر اعمل الشيء دهه معناه الترتيب معناها الترتيب لشيء ايه لشيء اخر يعني ايه يعني انا مثلا مش انا اقول اي كانت انا لا استطيع اي كانت انا لا استطيع ان اتي الحفلة ده عدم القدرة على فعل شيء اهم معناه ان انا برتب لحاجة تانية او المثلا اي ايه انا حسافر معناه ترتيب معناه ان احنا بنستخدم معاه اللي هو المضارع المستمرة يبقى عدم القدرة على فعل شيء معناه الترتيب لشيء اخر ترتيب يعني بنستخدم معاه المضارع المستمرة الموعيد الشخصية ما بتعتبرش ايه اه معاها ثابت يزالك بنستخدم معاه المضارع المستمرة الحفلات والمناسبات برضو بنستخدم معاه المضارع المستمرة يبقى احنا المنورة المستمر ويعبر عن حدث ستم الآن وقت الكلام وما زال مستمرا والمهم بتاعنا ان هو يعبر عن حدث تم الترتيب له مسبقا او الترتيبات المستقبلية زي ما احنا مشارح الجزء الثاني معانا النهاردة السنة الثالثة اللي هي الصفات المنتهية بال-ING او-ED احنا قلنا الصفة يا كلمة تصف اسمه تأتي قبله او بعد verb to be طيب الصفات دي ممكن تنتهي بال-ING وفي الصفات بتنتهي بال-ING طيب الصفة المنتهية بال-ING تستخدم الوصف الكائن الحي اللي هو الإنسان او الحيوان او الشيء اللي هو الجماد المسبب للصفة يعني هو كاد السبب في الصفة دي اما اقول ايه الفيلم ممل هو اللي سبب الصفة يبقى لذلك بنستخدم معها ING علي is amazing علي ده مدهش we all love him يبقى الصفة المنتهية بال-ING تستخدم الوصف الكائن الحي او الشيء المسبب للصفة طيب الصفة اللي بتنتهي بال-ING تستخدم الوصف الكائن الحي بس اللي يشعر بالصفة يبقى احنا الجماد ما بنستخدمش معاه الصفة اللي في-ING لان هو مش هيحسه مش هيشعر اولي I am excited انا متحمس انا اللي حسس بالصفة اللي إيه التحمس لذلك بنستخدم معاها ING مع كائن حي وشي اما ايدي مع الكائن الحي ايه? الكائن الحي فقط. تعالوا نحل مع بعض الاسئلة دي على المضارع المستمر وعلى الصفات المنتهية بالاديو اي اني جي. اقول ايه? علي عايز اقول هو عنده حفلة الشهر القادم. طبعا هنا احنا طبعا ده ترتيب حنستخدم مع مضارع مستمر. ولكن المضارع مستمر ما بيتكونش فقط من الاي اني جي. ولكن يستخدم بيتكون من ام و از و ار زائد البرب زائد الاني جي. علي مفرد يبقى حنستخدم از وطبعا نستخدم معها هاف يبقى از هافنج. طيب. the play. play هنا معناها المسرحية مش معناها يا لأ. the play was born. طبعا هي اللي هتحس. ولا احنا قلنا طبعا ده جماد يعني طبعا كان الحي بس ولا بنستخدم معها ال ايدي. يبقى بورنج لان هي المسببة للصفة. سلمة cooks dinner now. ايوة بصنا لقينا ناوة. العلامة. علامة بتاعتنا اللي هي بتدل على المضارع المستمر. is cooking. هي بتطبخه. استخدمنا is علشان سلمة مفرد. i was surprising when i came first. هو انا اللي كنت متفاجئ. مش ايه يعني انا اللي كنت متفاجئ. مش ايه يعني انا اللي كنت متفاجئ. is surprised. انا كنت متفاجئ. i prepare now for the party. انا بقى اعد الان للحفلة. يبقى هنا. طبعا prepare ما ينفعش في الفعل في المصدر. ولكن عايز am is. طبعا هنا i بتاخد am. prepare تبقى i am preparing now for the party. الجزء الثالث والاخير معنا النهاردة في grammar النهاردة يا سنة تالتة. هي the future future with going to. اللي هو المستقبل مع going to. going to هنا معناها سوفة. going to معناها ايه؟ سوفة. ازاي اعمل مستقبل باستخدام going to. اولا بيتكون من ايه؟ اول حاجة فيه التكوين. بيتكون من اين مستقبل مع going to؟ بيتكون من am و is و are plus going to. يبقى am و is و are زائد going to زائد الفعل فيهن في المصدر. لسه اخدنا am دلوقتي بتيجي مع اي. is بتيجي مع هي او شاو ات او اي اسم مفرد. are بتجي مع و او اي اسم ايه؟ جامع. طيب اقول ايه؟ I am... I am going to visit my uncle. انا سوفة اصور عميه هنا. الشكل بتاعه بيتكون كده. الفاعل و am و is و are زائد going to زائد الانفينيتيف اللي هو الفاعل في المصدر. لازم going to يدي معها فعل في المصر يعني visit دي ما يفعش تبقى visits او visited وهكذا لا لازم تكون فعل فين في المصر طب لو انا عايزة بقى انفي الجملة يعني دي في الاثبات طب لو انا عايزة انفي انفي ايه عايزة اقول انا لان اعمل مثلا او بنفي بقام و is و are not بقام و is و are plus not plus going to بالعاصل يعني انا بنفي بقام في verb to be a not زي ما احنا لسه لما لحاجة اختصار is not اختصارها isn't انا بعيد وزيد علشان يبقى ايه في الاعادة ايفاد are not اختصارها arent لازم نركز يا سنة تات الجرامر ده سهل جدا الجرامر ده من انتع الحاجات في اللغة بس بيكون عايز بس شوية تفكير وشوية ايه تركيز كبه طيب ام و is و are زائد not زائد going to زائد الامفينيتيف اللي هو الفعلها انا كنت بقول هنا i am going to visit my uncle انا عايزة اقول انا مش هزور بقى انا عام هقول ايه i am not going to visit وكمل my uncle طيب لو انا عايزة بقى اعمل سؤال انا بقى ايه عايزة اعمل سؤال ب going to السؤال طبعا احنا معروف ان احنا عندنا نوعين من السؤال اللي هو السؤال بمعنى هل اللي احنا بنسميه yes or no question اللي هو السؤال بمعنى هل بنبدأ به ازاي بنبدأ بverb to be اللي هو am او is او are plus subject اللي هو الفاعل plus going to plus the infinitive يعني انا ببدأ وخلي بلنا هنا حرف كابتال زي ما قلتلك وابل كده am or is or are زائد الفاعل زائد going to زائد الفاعل في المصر اقول ايه are you هل انت are you going are you going to مثلا go to alex هل انت حتزور الاسكندرية نكستناث الشهر القادم لو انت حتزور الاسكندرية حتقول ايه حتقول yes ويوف السؤال تحول الى اي ويوف تاخد ار اما yes i am اما لو انت مش هتروح هتقول no i am not لا انا مش ايه مش هروح خلاص يبقى ده السؤال بمعنى هل طب لو انا عايزة اعمل سؤال باداة استفهاد بنحط الاداة الاول اللي هي tool بعد كده بنجيب معها am و is او all بس بيكون بحرف small عشان بدأت في النص زائد الفاعل عادي خالص اللي هو سابجيكت زائد going to زائد الايه زائد الانفناتف اللي هو الفاعل فيه في المصر عايزة اقول ايه اقول ايه when متى is she going to travel travel abroad امتى هتسافر الى الخارج لو هي مثلا لما حددها شوف المعاد اللي هي هتحددنه امتى she is going she is going she is going to travel abroad هي هتسافر الى الخارج مثلا next month الشهر الايه الشهر القط وهكذا ده بالنسبة ليه التكوينه في الاثبات am is war going to زائد الفاعل في المصدر وفي النفي باستخدام am not is not and are not وفي السؤال اللي بيبدأ ب am or is or او اداة الاستفهاب طبعا السؤال باستفهام اللي هو بيبدأ باداة الاستفهاب بعد كده نشوف مع بعض الاستخدام احنا بنستخدم am or is or going to of a اول حاجة بنستخدمها في الخطط المستقبلية يعني خطط مستقبلية يعني خطط بتستغرق وقت ليه ان احنا نعملها او حاجة احنا بنخطط لفعل حاجة في المستقبل او هتحصل بعد وقت طبعا احنا بيكون عندنا بلان اللي هي معناها خطة او معناها يخطط او لايه i am going to travel to alex انا سوف اسافر اسكندرية this is my plan دي خطة لقيت بلانهم يبقى باستخدم going to بعد كده نية نية في المستقبل او نية لفعل شيء بلاقي فعل intendian way او intention او we are going to travel by train احنا سوف نسافر بالقطار we have intended احنا ناولنا نعمل كده لقينا intend نستخدم going to بعد كده في القرارات المستقبلية كرار اللي هو اللي هي القرار اللي هو بيستغرق وقت اللي هو برضو بيجي معاة decide you carer او decision اللي هي كرار i am going to buy a car this is my decision انا سوف اشتري سيارة ده قراري يبقى انا لقيت في الجملة plan او intend او intention او decide او decision بنستخدم going to زائد الفعل في المصر طب احنا كمان بنستخدم going to علشان يعبر عن التنبؤ ولكن بوجود دليل موجود قدام اقول ايه it's cloudy جو مغيم اهي ده الدليل اهو it's going to rain لو طيب لو ما فيش دليل لو مسلا قولت ايه انا اعتقد i think اقول ايه it will rain ليه استخدمت هنا will سوف بمعنى سوف عشان هنا مفيش ايه مفيش دليل لكن لو في دليل بستخدم going to زائد الفعل في المصر بستخدم going to برضو للتعبير عن شيء على وشك الحدوس يعني هيحصل باستخدام look out او watch out او be careful اللي هي معناها كون حذرا او احترس اقول ايه watch out احترس he's going to hit you هو هيخبطك شيء على وشك الحدوس طب بصوا كده في الجملة التانية دي watch out or he will hit you أو or دي معناها او في الحالة دي بنستخدم will طب بنستخدم will في الجملة الاولى بيعبر عن شيء على وشك الحدوس اما في الجملة دي يعبر عن التحذير لازالك بنستخدم will وليس going to يبقى احنا بنستخدم going to الخطط مستقبلية نية او قرار في المستقبل تنبؤ بوجود دليل او شيء على وشك الحدوس نشوف مع بعض بعض الجمل على going to نشوف احنا ايه فهمنا ولا ايه it's cloudy go مغيم it will rain سوف يمطر طبعا هنا تنبؤ بوجود دليل ما باستخدم will ولكن باستخدم is going to هنا ايت مفرد يبقى حاستخدم is going to is going to طيب my mother decided to help me ماما قررت تساعدني she will explain this lesson to me هي سوف تشرح لها الدرس طبعا هنا decide انا قلت لو شفت decide او plan او intent بنستخدم going to هنا شيء بنستخدم معها is she is going to علي doesn't going to sleep early علي مش حينام بدري هنا طبعا going to بنفيها مع المفرد isn't وليس doesn't hebe going to stay home after the weekend هنا hebe سوف تبقى في المنزل في العطلة طبعا هنا going to احنا going to بيجي معها لازم يكون معها am او is او are hebe مفرد يبقى is going وليس going فقط خلصنا grammar unit 3 كاملا ان شاء الله نكمل باقي شرح الوحدة في فيديوهات قادمة لو حد عايز اي سؤال يكتبلي في الكمنتس لو لسه مكملين معانا الاخر الفيديو لايك وشير للفيديو كمان اضغط على زر اشتراك او سابسكرايب عشان تكون مشترك معانا في قناة مس انجليز وكمان عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا القادمة مع تمنياتي بدوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة